السلام عليكم المحاضرة عن الباك أوف ترانك بوستريور أكزيو أبنديكيلر مصولز عضلات تكون مشتركة بين الأكزيو السكليتون والأبنديكيلر سكليتون تكون بوستريور يعني المقصود هو الباك مصولز عضلات الظهر اللي تنقسم إلى ثلاثة مجامع سوبرفيشيل مصولز وديب مصولز واسكابيولو هيمورال مصولز نبدأ بالسبرفيشيل مصولز للترابيزيوس واللتسموس درسي الترابيزيوس مصول الورجين مدير ثيرت عفف سبرير نوكال لين سبرير نوكال لين هذا هو السبرير نوكال لين في ميديا الثيرت يعني حدود هاي المنطقة المقصودة اكسترنال اكسيبيتال بروتيو برينز والنوكال لجامنت هذا هو الاكسترنال اكسيبيتال بروتيو برينز يكون القرب من الاكسيبيتال باون والنوكال لجامنت اللي يمتد بالفقرة العنقية السابعة بس بالسبايناس بروسيس فقرة العنقية السابعة سبايناس بروسيس كل فقرة إلي هاي بروسيس ثني بروسيس ثنين يكونن ترانسفيرس مستعرضات الجانب الثني ترانسفيرس اللي باتجاهنا نحو باتجاهنا هو سبايناس بروسيس يعني اللي ترتبط بالفقرات أو على جهة الفقرات على جهة الفقرات يعني باتجاه الجسم اللي هي الـ Transverse Process اللي باتجاهنا هو Spinal Process فـ To Transverse Process To Transverse Process وايوان سباينة سبروسيس اللي يكون باتجاهنا وتراسفير سبروسيس تكون للجانب يعني النوكال لقامنت يمتد من السبريور نوكال لاين الى السباينة سبروسيس وهو في ارتبرا الفقرة العنقية السابعة بعد عدنا سباينة سبروسيس الفقرة العنقية السابعة الى الفقرة الفقرة الصدرية الطاعة الى ارتبرا يعني النوكال لاين وضحنا في الصورة كون بالقرب من الاكسبيتال بون والنوكال اللي يمتد من السبريور سبريور نوكال لاين الى لفقرة العنقية السابعة بعدها عدتنا من الفقرة العنقية السابعة إلى الفقرة الصدرية الأخيرة لرقم 12 فيرتبرا يعني نبدأ من الميدال ثيرد وصبرير نوكل لاين بعدها نمر بالأكسترنال أكسبيتال تيوبرينس ننزل لأسفل نحو الفقرة العنقية السابعة فيتكون عدنا النوكل لجمينت والسبانا سبروسيس الفقرة العنقية السابعة إلى الفقرة الصدرية رقم 12 ينتهي عدنا والإنسيرشين الكلافيكل يعني الثلث البعيد عن الميدلاين الكلافيكل والأكرومن الأكرومن اللي يكون قريب من الكلافيكل عدنا الفقرة العنقية السابعة العنقية السابعة وهذا هو يعني الشوكة هذا هو الكلافيكل هنا يرتبط الأكرومن الأكرومن هنا هذا الكلافيكل الأكرومن هذا هو السابعة السابعة يعني ارتباط ارتباط اللي يكون هاي المنطقة هذا هو الإنسيرشين النيرب سابلاي السابعة السابعة النيرب و سيثري فور الفنكشن اكتو السكابيلا نتهينا من الترابيزيوس لتسمى سدرسي سبايناس بروسيس الفقرات الصدرية تكون 12 فقرات فالورجين هنا لدينا السفلة الستة السفلة يعني قسمها للصين ستة العنقية مرتبط بيرتبط بستة السفلة و ثوراكو لامبر في شي ثوراكو جاي من الثوراسيك يعني صدري واللمبر قطني يعني في شي تكون بين الثوراسيك ريجين واللمبر ريجين الإليكو هو عظم الحرقفة اللي هو أحد أظام الحوض أحزام الحوض مثل ما موضحنا الكريست ما الإليكو عظم الحرقفة أحد أظام حزام الحوض الثوري ثري أو فور ريبز الأضاع الثلاثة أو الأربعة السفلة الانسيرشين فلور أو انتر تيوبر سيويلر غروف أو هيومراس يعني يقصد البايسبتال غروف أو هيومراس بايسبتال غروف ها هي عضلة البايسبت فهذا هو البايسبتال غروف مثل ما موضح بالصورة العصب اللي غذي هاي منطقة هو الثوراك دورسل نيرب الوظيفة extend الدارك سعى الميدال روتيت هومراس انتهينا من سوبرفشل مصول مراجعة سريعة تريبيز غينميدال ثيرت في سبرير نوكل لين اكسيرنال اكسيرنال بروتيوبرينز والنوكل لغميط اللي يأتي من السبرير نوكل لين إلى سبانا سبروسيس للفقرة سبانا سبروسيس أوف سي سبان ومن سبانا سبروسيس أوف سي سبان إلى الت 12 فيرتبرا ينتهي أدنى الأورجين والانسيرجين يكون بلترال الثير يعني الثلث البعيد من الكلافيكل والأكرومن و سبان أوف سكابيولا واللي تسمى الزرسي الأورجين للسبانا سبروسيس أوف سي ثراسيك فيرتبرا والثراكو لمبر فيشي والأليك كريست و أضع السفلة الثلاثة والأربعة يعني الأسير شيء مالتعب البايسب تل الجروف انتهينا من السوبرفيش والأكستريسيك موسول نأتي لها ديب أكستريسيك موسول اللي اللي بيتر سكابيولا والرومبويد اللي بيتر سكابيولا واضح في الصورة اللي بيتر سكابيولا منطقة العنقية اللي بيتر سكابيولا أورجين الأورجين مالت ترانسفير سبروسيس ترانسفير سبروسيس يعني نتو يكون مستعرض أي للجانب يمين ويسار ترانسفير سبروسيس أوف سي وان تو سي فور فيرتبرا يعني الفقرات العنقية الأربع الأولى واضح بالصورة الفقرات أربعة واضحات فهنا تمثل الأورجين الإنسيرشين ميديا البوردر أوف سكابيولا ميديا البوردر أوف سكابيولا وصف أوضح أو أدق سبرور أنجل أوف سكابيولا هو يكون إنسيرشين بصورة أوضح نقدر نقدر نقول سبرور أنجل أوف سكابيولا أو نقول ميديا البوردر أوف سكابيولا سبرور أوف سبين ميديا البوردر ما ضحب بالمحاضرات السابقة أوف سكابيولا يعني ما بالميديا البوردر بس أين بالميديا البوردر بالجهة القريبة من الجهة تكون سبرور تو روت أوف سبين يعني الروت الجذر أو مكان منشئ سبين أوف سكابيولا في الانسيرشن إذا ردنا نختصر نقول سبرور أنجل أوف سكابيولا وهو يكون وصف أدق وأوضح وإذا ردنا نقول ميديا البوردر الميديا البوردر أوف سكابيولا سبرور تو روت أوف سبين سبين أوف سكابيولا وضحنا في خيار أدني العصب اللي يوصل لهذه المنطقة أو النور سبلاي وهو دورسل سكابيولا نيرف موجود بمحاضرة بريكير بليكسز الوظيفة فانكشن لبيت ميديا البوردر أوف سكابيولا نتلع الرومبوين ردنا الرومبوين مينور ميجر المينور مينور ميجر مضحات في الصورة الورجين للمينور نوكال لقيمنت نوكال لقيمنت هو مكان الأورجين نوكال لقيمنت اللي قلنا يمتد من من السابريور أكسيبتال لائن إلى سباينر سوبروسيس لنفقرة العمقية السابعة يعني هنا نوكال لقيمنت هو مكان النشأة سباينر سوبروسيس الورجين سابريورn and t1 vertebra يعني الفقرة العمقية الأخيرة والفقرة الصدرية الأولى هذا بالنسبة لروبويتس مينار روبويتس ميجر spinous process of t2 إلى t5 vertebra يعني المينار فقرتين والميجر أربع فقرات أي ضعف المينار فقرة العمقية الأخيرة والفقرة الصدرية الأولى الميجر الفقرة الصدرية الثانية إلى الفقرة الصدرية الخامسة أربع فقرات ضعف روبويتس مينار الانسيرشن الانسيرشن لأروبويتس مينار smooth triangular area at medial end of scapular spine scapular spine اللي هو spine of scapula بها جهة medial end الجهة القريبة من الميد لاين وموضحة spine of scapula الmedial end الجهة القريبة من الميد لاين فالمنطقة اسمها smooth triangular area المنطقة المثلثة النعمة والملساء اللي صايرة بmedial end النهاية القريبة من الميد لاين الماني للاسكابيولة scapular spine يعني spine of scapula انتهنا من الانسيرشن للأروبويتس مينار نجي للاسيرشن لأروبويتس ميجر medial border of scapula medial border of scapula from level of spine to inferior angle يشوف هو ارتباطه يعني هو رومبويتس مينار والرومبويتس ميجر ارتباطين بالميدال بوردر لكن نحدد المكان بصورة عدق في رومبويتس مينار هو كان مرتبط من الميدال بوردر اسكابيلا لكن ارتباطه الاول الانسيرشن كان بميدال منيجي للرومبويتس ميجر مرتبطة بالميدال بوردر اسكابيلا لكن السايت نصفه بصورة عدق يعني يمتد من السبين للانفيرير انجل اللي موضحه بمحاضرات السابقة العصب اللي يوصل لهذه منطقة هو دورسال اسكابيلا نيرو هو الفونشن الان انتهينا من الديب اكسترانسيك موسلز نأتي الى المجموعة الاخيرة يعني تكون مشتركة بين السكابيلا والهيوميروس عندنا دلتويت والتيراس ميجر دلتويت هي عضلة لمكان تلقيح شلل شلل الاطفال والتيراس ميجر روتايتر كاف موسلز روتايتر كاف موسلز روتايتر كاف موسلز للمجموعة عضلات مو عضلة وحدة الان نجي للدلتويت موسلل دلتويت موسلل الارجين مرتبطة بالكلافيكل والاكرومين عند السمينوفيس كبيرة شبيه الارجين من الدلتويت شبيه للانسيرشن لترابيزيس موسلل ذاك ايضا كان مرتبط بالليترال ثيرت أفكلافيكل والاكرومين و السمينوفيس كابيلا ذاك ينتهي بهاي المنطقة اما دلتويت لا تبدأ من هذه المنطقة الانسيرشن دلتويت تيوبرستيو في هوميروس واضح مكانه هو مكان نهاية العضلة نقدر نتحسسه فالمنطقة اللي تنتبهي عضلة الديلتويت هو الديلتويت يوبرستيو في هوميروس العصب اللي نيرف سابلاي متوع النيرف سابلاي هو الاكزيلر نيرف الفونكشين تبقى نازم تطرر عليها انتي هنا من الدولة الديلتويت اللي كان الأوريجين مانته هو عبارة عن الانسيرشن لتريبيزيس مصل والانسيرشن للديلتويت واضح هو الديلتويت يوبرستيو في هوميروس انيرف سابلاي تقدرون تراجعونه بمحاضرة بريكيلا بليكسيز الآن نأتي الى تيراس ميجر تيراس ميجر الأوريجين اللي هنا لعدها بصورة انتيرير فيو يعني مو بستيرير فيو انتيرير فيو فهنا تقدر نشوف الكلافيكول والكروكويد بروسس والاكرومين وسبسكابيلا فوزي تيراس ميجر الأوريجين هو بوستيرير سيرفس وفوزي 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 يعني الى الخلف من ادها الى الخلف من الزاوية السفلية الموقع واضح جدا الانسيرشين 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 الموقع الموقع في انتر تيبرسل و غروف يتشكل بين غريتر تيبرسل و ليزر تيبرسل شوف صورة واضحة لهذا الغروف لدينا ليزر تيبرسل لدينا ليزر تيبرسل لدينا هذا الهوميروس هذا هو الهوميروس مثل ما بالفخذ لدينا تيبرسل تيبرسل ليزر تيبرسل الفيمر هو تيبرسل نفس المعنى لكن نستخدم نستخدم الفيمر حتى نميز والليزر عفوا التيبرسل نستخدمه للهوميروس لكنه نفس المعنى هنا بالفيمر غريتر تيبرسل هنا لدينا غريتر تيبرسل غريتر تيبرسل غريتر تيبرسل هو هذا غريتر تيبرسل غرور Goodnight وهو وهو يكون غريتر تيبرسل هستائيبثل غريتر غريتر كصول يكون قريب من على جهة سابسكابيلر فوزي. وبالنسبة للغريت الاكترو كانتريك لا يكون بوستريور. هذا انتريور. في التيراس ميجور. مكانها بوستريور للانفيريور انجل وكانها واضح جدا. الانسيرشن. نقدر نقول بالباي سيبتال للغروف. نقدر نقول انتر تيوبر سيلو الغروف. اللي يتشكل بين الكريتر تيوبر سيلو والليزر تيوبر سيلو وضحتها اشلون تكون. الكريتر تيوبر سيلو تكون بوستريور للخلف. اما الليزر تيوبر سيلو تكون امامية انتريور. نيرف سولاي والفونكشن. ماكد ايوان ضحة. الروتيتر كاف مصولز. يعني اكثر من عضلة. اللي هي اربع عضلات. اثنين عضلات. هي عضلات الكتف. شولدر مصولز. سابرا سبيناتاس. والانفرا سبيناتاس. سابرا سبيناتاس. موجودة بالسابرا سبيناتاس. والانفرا سبيناتاس. سابرا سبيناتاس. موجودة بسابرا سبيناتاس. والانفرا سبيناتاس. الانوضحة اكثر. شوف صورة وضحة اكثر. هذا هو سبس كابير فوسي. سبس كابير فوسي. فالعضل اللي تنش اهناني. هي سبس كابير اريز مصول. سبس كابير اريز مصول. الزعضة اللي تنشئن هاني سابس كبير اسمس نشوف باستيرا رفيو نشوف باستيرا رفيو نشوف باستيرا رفيو قد نصب المسكبير اللي هو يكون الفاصل بين السابره السكبيلار والنفره السكبيلار والنفره السكبيلار شو صورة أوضح نحن سابرة سبنتاس والوصفة والذي سيارة بالسبرة سبنتس فوسي ودينا انفراس انفراس فينفراس هذا هو وهنا عدنا سبرا سبينس فوزي. سبرا يعني فوق. سبينس يعني تكون فوق سبينس. فوزي تكون فوق سبينس فوزي. عدنا انفرا سبينس فوزي. هذه منطقة الانفرا سبينس فوزي هي مكان الانفرا سكابلر مصو. وسبسكابلر فوزي اللي هي بالانترير فيو. اللي هي تكون مكان. مكان لي سبسكابلر مصو. في الروتيتر كاف مصول قدنا أربعة اللي هي سابرا سبيناتاس اللي وان صارى سابرا سبيناتاس والإنفرا سبيناتاس اللي هي صارى بالإنفرا سبيناتاس بيننا سفوزي وعدنا السابسكابيلا ريز اللي صارى بسابسكابيلا فوزي والأخيرة هي تيراس مينار الوظيفة ذي روتايت وستيبلايز الشولدر جونت ناعدنا الجدول للأورجين والإنسيرجين الفيرجين والأكشن سابرا سبيناتاس اللي يكون الأورجين سابرا سبيناتاس فوزي أوسكابيلا والإنفرا سبيناتاس الأورجين هو سابرا الأورجين أكثر منسفوزي أوسكابيلا السابسكابيلا ريز هو سابسكابيلا فوزي اللي يتشغل مصفة الأنفرا سبيناتاس واضح. يعني منتصف. منتصف اللترال بوردر وفي سكيبيولا. هنا لدينا سكيبيولا. واضح مكانها. هنا لدينا عضلة التراث تراث ميجر. فالتراث ميجر تكون مجاورة للتراث لتراث ميجر. فهنا شفنا انه التراث ميجر كانت باستيريور الانفيريور انجل اف سكيبيولا. نقدر تخيل انه التراث ميجر صارة فوق. فوق يعني مكانها فوق. او مكانها علوي. الانتباطة ممكن فوق. مكانها علوي. يكون سابريو للتراث ميجر. فمن تخيلنا انه كانت سابريو للتراث ميجر. يعني نقدر نفتيم انه هي كانت بالميدل بارت أوف ليترال بوردر. فهذا هو مكان التراث ميجر. ميدل بارت أوف ليترال بوردر اسكيبيولا. فكمنا من العضلات الأربعة اللي هي روتيتر كاف موسيلز. نجي للانسيرجين. سابريو 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 س اللي كان بالجهة الخلفية يعني الفيست هو مصغر وجه وجيه مثل معنى والنيفرا اسمينتاس اضيح مكانو تهوارص إعدت تغضيح مكان بتهوارص هذا هو اليزر تيبرسه وهذا هو القريتر تيبرسه وعيد الأماكن الأماكن العضلات سابرا سبينتاس والإنفرا سبينتاس اللي صار بالإنفرا سبينتاس فوزي وعيدنا سابس كبيريز فسابرا سبينتاس والإنفرا سبينتاس جلس ميلر يرتبطا بالقريتر تيبرسه لكن توضيح مكانا أكثر فقلنا أنه سابرا سبينتاس سكون سابريور فيست للإنفرا سبينتاس سكون ميلر فيست أوف كريتر تيبرسه والترا سبينتاس ستكون إنفيريور فيست أوف كريتر تيبرسه يعني توضيح مكان هنا بصورة در بعتنا أنه بصورة عامة بالإنفرا سبينتاس الإنرفيشن والأكشن الإنرفيشن كل الإنرفيشن بالمحاضرات نرجع به بالبراكير بلاكسيز والأكشن الأكشن هو يعني مرتبط بالمكان اللي موجودة بالعضلة هو يبقى حفظ يعني موشي قابل للفهم فاللهنا انتهت المحاضرة لكن تشوف مراجعة سريعة عندنا عضلات الظهر سوبرفيشل وديب سكابيرا همورال مصدس سوبرفيشل إليتريبيزياز والليتيسماس درسي وضحناهن وعدناهن صورة أدق صورة أوضح اللي فيتر قلنا أنه منشئهن من الفقرات لعنقية الأربعة الأولى ولنسير شمالتهن قلنا نقدر نقول سوبرير أنجل أوف اسكابيولا والوصف الثاني أو نقدر نقول ميديا البوردرا في اسكابيولا نوضح المكان بصورة أدق اللي سابوريور توروتو في سبين روم بويتس عندنا روم بويتس مينار روم بويتس مينار المينار يكون ضعف المينار المينار يعني ضعف المينار بشنوه الفقرات اللي تشترك في تكوين المينار فقرتيا والفقرات اللي تشترك في تكوين الميجر أربع فقرات فالأوريجيلي للمينار نوكا legament مسبونا سيبروسيس الفقر الفقر الأمقية السابعة الأخيرة والفقر الصدري الأولى فالنوكا ليجامنت والأتيبي الفقر الفقرة العنقية الأخيرة السابعة فمن نذكر نذكره والميجر للفقرة الصدرية الثانية للفقرة الصدرية الخامسة وضحت الاسبانيس البروسيس اللي يكون باتجاهنا والتراسفيرس البروسيس يكون إلى الجانبين الانسيرشين للمينر والميجر الانسيرشين طبعا هو أيضا ب medial border of scapula مثل ما قلنا elevator of scapula elevator muscle of scapula قلنا الانسيرشين ما يتكن بسبرل الأنقل لكن وضحنا مكانه بصورة الدق فنانوسيشي لازم نوضح مكانه بصورة الدق الانسيرشين للمينر طبعا هو واضح بالصورة هو medial border لكن لازم نوضح مكانه بصورة الدق قلنا smooth tringular area منطقة المثلثة النعمة وملسا اللي صايرة بالmedial end of scapula spain يعني بالقرب من scapula scapula spain والميجر والميجر بولس ميجر middle border of scapula نعشغل مساحة واسعة من middle border of scapula from level of spain يعني يبتد من spain to inferior angle النعمة واضح والفنكشن الدلتويت الدلتويت قلنا posterior to inferior angle of scapula مكانه واضح جدا والinsertion medial lip of intertubarcellal groove واضح شنو intertubarcellal groove يكون بين greater tubarsal وال desert tubarsal اللي هو نقدر نسمي biceptal groove وال greater tubarsal تكون posterior وال desert tubarsal anterior للrotator curve muscles ادنى اربع عبنات subraspinatus اللي تكون بال subraspinous phoza of scapula وال infraspinous spinatus اللي صار بال infraspinous phoza of scapula وثناث اللي يكون بال posterior aspect of scapula و sub scapula ريز تكون بال sub scapula foza of scapula يعني anterior aspect of scapula anterior minor تكون superior to terras major terras major قلنا مكانها تكون inferior to superior angle of scapula inferior angle of scapula قلنا من نقول superior يعني صفنا مكان مكانها middle part يعني منتصف الجزء المنصف أو الجزء المنتصف للateral border of scapula الانسرشن اللي سابرا spinatas والإفرا spinatas والتيراس منتصف والتيراس منتصف هو الغريتر تيوبر يعني باستيري respect of scapula وقلنا وقلنا سابس سابس كابير ريز اللي سابس برسول وفيه مراس اللي هو anterior respect of scapula هنا موضح نصور دق لزار تيوبر سابس كابير ريز اللي ساير anterior respect of scapula وهنا نوضح مكان سابرا سابرا spinatas وإنفرا spinatas وتيراس مينر ووضح مكان هن اللي هنا صارات بالي كريتر تيوبر صل بس وحده سابريور فيست وحده ميدل وحده انفريور فيست اللي هنا انتهت المحاضرة ترجمة نانسي قنقر